اليوم نحن في زيارة تاريخية إلى قرية طبب الثاريخية وشيخنا وأستاذنا العزيز الغالي ألو أستاذ سعيد أبو نكتر متحمل والنعم الله يحفظك أستاذنا أنا أول شي استوقفتني كلمة طبب وهذه الكلمة يعني أكيد لها مدلومة سويا في التاريخ طبعا طبب طعمرك هي أول عاصمة لمنطقة حسير في التاريخ من هذا المكان كان أجداد أن الله يقفل برحمهم هم رأى منطقة حسير وتحالفوا مع دولة السعودية العولة تقريبا من عام 1111 شجري كانت هذه عاصمة منطقة حسير طبعا الاسم كطبب طبعا الأسماء لا تعرف ولكنها بنوعا من الفضول حبينا أن نعرف وش معنا طبب فطلعت طعمرك حسب اللغة الأكادية حسب واحد من علماء الحضارات أنه طبب هي معناها الماء الخصيب ومصداقا لكلامه أنها هي موجودة على وادي اسمه وادي طبب طبعا ذكرها الهمداني عن 38 حجرة أحد حواضر وعودية عسينه أنت الآن تحديدا طبب كمكان لكن أنت تحديدا الآن في قلع على بنقطة المتحمي طبعا المكان أنا ولادت في المكان هذا رممناك قبل أربع سنوات الآن للسنة الرابعة الحمد لله صار من أشهر الأماكن الحمد لله سواء في المنطقة أو في السعودية وواصل حتى في اليونسكو الله ملك الحمد فأبد الله يحييكم شرفتونه طبعا المكان قلعة اسمها قلعة لبنقطة المتحمي مكونة من 6 حصون لقصور فيها 52 غرفة متنوعة النشاطات اللي فيها موجودة جوا فيها محلات فيها مقاهي فيها مقاهي شابي مقاهي طالي فيها محلات بيع وذلك والآن نحن في مهرجان قمم اللي يعقد سنويين على السنة الثالثة وهذا ثاني سنة يعقد عندنا هنا باقي لنا يومين إن شاء الله يخلص وتجمعت الحضارات كلها من كل دول العالم والله يحييك أخي عبد العظيم واستحياتي لك والمشاهدين والمتابعينك القطيف العزيزة على قلوبنا والله يحييكم شرفتونه أخير الحديقة اللي لفتكم جباهي أنكم حافظتم على الدراث المئماري الجميل إلى المنطقة يعني وكأنه لم يمس يعني أنا تجولت في أماكن أكيد مرممة وفي أكيد بعض الأماكن لربما على طبيعتها ولكن الترمين يحتاج إلى يد متخصصة ويد عارفة في تقاصيل المكان بيئة المكان وتقافة المكان أنا أهنيكم الحديقة أنكم حاضرتم على التراث الحمد لله وبالتالي أيضا أنتم تنقلوا هذا المشروع إلى العالم من خلال وجود مهرجان قمم أدولي للفنون الأدائية صحيح يعني الناس دعني أقول الفرق اللي من خارج الوطن العربي بنظرتهم لتراثنا والله شفت عمرك إحنا أنا دائما أقول تراثنا لم يكتب بعد ومدفور والحقيقة تجريت طالع في تراث الجزيرة العربية من شكل عام والمملكة العربية السعودية كانت تتكلم عن آلاف آلاف السنين سواء في مباني أو في مدرجات زراعية أو في جغرافية المملكة العربية السعودية كلها فطبعا الناس لما تيجي تشوف التراث هذا أو تعرف أنه مبني ما هو مبني عشوائي مبني الطرق هندسية وكانهم دارسين وكانهم متعلمين اللي يسووا طبعا هم اللي عندهم ثقافة يقارن ويوصل لقناعانه زي ما فيه ثقافة متنوعة في العالم موجود عندنا نفس الثقافات وطبعا جغرافيا قمم الجبلية كل الفرق اللي تيجي اللي أعرف عنا أنه جاي من نفس البيئات قمم جبلية تجد أنه فيه حتى فيه تشابه في الفنون يعني أوقات الحصاد فيه لها قصائد معينة أي غنونة معينة أوقات الحروب أو الأمن أوقات النشاط السمر والأشياء هذه فيه كل الثقافات سبحان الله تجتمع وإحنا نشكر صلاحها وزارة الثقافة وهياة المسرح الفنونة دائية على رأس الأستاذ سلطان البازلي اللي صراحة المهرجان هذا ما صار أنه بس المواطن السعودي ينتظره صار ينتظره الكل في السعودية وفيها على مستوى وإن شاء الله أنه يوصل للعالمية بالحضور والأول فكرة رائدة في العالم كلها ترى هذه الفكرة ما قصرت فيها هذه المسرحة الفنونة الدائية الله يفرقه وميزاهم خير إن شاء الله شكراً ومزيلاً يا تيدي العافية وأنا فأتجول قليلاً أردهات هذا المكان الجميل الحقيقة اللي يعج بي تراث تراث جميل وأنيق هو كل زاوية فيه هي عبارة عن لوحة فنهية الله 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 هذا الهند لباس الهند صح؟ انديا انديا سلام عليكم أهلاً وسهلاً بالهند وأهل الهند حياكم الله شكراً لكم شكراً لكم وهكذا هي مهرجاناتنا الجميلة ومهرجان قمم الدولي للفنون ووجود هذه الثقافات المتنوعة بثقافة الشعوب في هذه المدنة